بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل صحابنا وانتابعينا الاعزاء ان شاء الله مقطع جديد معنا النهاردة روكنا كلاسيك روكنا كلاسيك لون قفيف في كشمير طبعا روكنا عملنا حرف اللي منتهية بشزلونج علي مينو ازا ما رأيكم شايفين وملا ترابيزة خشب مدهونة ابيض طبعا احنا عملنا الشلد قماش اسطنبولي والقماش اللي هو القفيف ده اللي هو الجكور سادة طبعا اسفنك برطة وعملينه اربعين اتنشر سنتي وعليها طبقة فايبر رول كمان احنا عملين رجول بلاستيك للكنب ما عملناش بنعمل طبعا اللي هي الرجول اللي السلس طبعا لان احنا جربناها فترة وظهر لها بعض المشاكل فبدلناها دايما بالبلاستيك دي اللي هي ظهر الجديد اللي طبعا للسلس كانت بتبقى صاج وما هنا طبقة نيكل وكانت بتتفكت مع الوقتي يعني وكان بيحصل في مشاكل فطبعا احنا جارينا السلس طبعا بقنا شغالينا على اللي هي البلاستيك دي يعني طبعا نرقنا ما شاء الله بسيطة جدا اا منتها الجمال وكمان الشلد عملين لها حرف كالدونهوت عشان يحمي حرف الشلد اا المخدات عملنا المخدات اا لونين كشمير وقافية اا طبعا هما كلهم لون اا من هنا اا ولون من هنا يعني ممكن تقلبهم كلهم قافية وممكن تقلبهم كلهم اا كشمير يعني اا الترابيزة برضو عملنا اا عملنا لها ازاز مرسوم ليزر عملنا الازاز طبعا نفسي شكل السراميك عملناه رخام هوات لون الرخام ومثبتونه بمصمرين عشان ما يتحركش وما يوقعش يعني مع الحركة اا طبعا مع ملاطة معجل برضو الترابيز عشان سولد الحركة